انا بس عايز اقول كلمة اخيرة بس للناس لان انا بتبعتلي رسايل رخمة شوية عايز اقول يا جماعة كل واحد حر في ناديه مش معنى ان انا بتصرف في ناديه حاجة ان انا ضد حد لأ ممكن تشرح الاول يعني ايه رسايل رخمة يعني مثلا انتو مش هتبعونا فلان انتو عايزين تودو في احنا احنا مشروع عارفين الحمد لله احنا بنعمل ايه عشان احنا مرتبين خطواتنا فاحنا مش ضد حد ولا بنشتغل لحد ولعابتنا دي اغلى حاجة عندنا هو رأس منا رأس مال اي نادي اللي عايده فده عشان تفرد في حد لازم واحد واحد مصلحتك مصلحة ناديك بتحطها في المقام الاولاني في شوية اعتبارات بنحطها وعلى فكرة لو في اي نادي تاني هيعمل نفس اللي انا بعمله طيب ممكن سالك سالة يلخص القصة دي كل لابة انتو بتحبوا نادي على نادي اخر خالص تماما هتحب تتعامل مع نادي اتحبش تتعامل مع نادي اخر لا لا ليه ليه انا كلهم صحابنا وكل المسكن صحابنا وكلهم لكن على كل نادي انه يحارب على مصلحته صح وبس وبس اتحبت اتحبت